أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد قطاعات المحورية للاقتصاد المصري وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقري لفت مدبولي إلى أن هذا قطاع يعد من قطاعات كثيفة العمالة التي تصم في توفير فرص العمل وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع العقري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا قطاع الحيوي